يا حمام الدوح وشمالك أعزائي حبائي فالذاتك بادي أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من بودكاست زنجين بلس إذا هذه أول مرة تستمع لهذا البودكاست هذا أنا مسوي حتى مرات من داع أحكي ويا ناس مهمين بالنسبة إلي وأشوف التركيز صفر لأنه إحنا في عالم ماكو تركيز فأروح أقعد وحدي أسجلهم أقول بل كت ربك أنه من دايجي يستمع لهذا البودكاست مو بس يسمع وإنما يصغي للمعلومة وتوصل له لأنه هذه المعلومة من الممكن أن تنقذ حياته تغيرها وأنا واثق من معلوماتي كل شي أسوي دائما الناس تجي تسوي وراء أربع سنوات خمسة وأول ما أسوي كوني يعني شي غريب بالنسبة للبشرية شوندسة وفلان شغلة وفلان شغلة وفلان شغلة يعني اليوم واحد مخابرني قال لي أقول لك تعرف فلان فلاني هل نقول يا أبا أوكي تعرف مصطفى الحجي قلت ليش قال يعني دايج سوف التأثير جيد وهو طلع يعني فد إنسان وأنه واش شنته نادي الواحد بالمية الحلقة ثلاثة سنة الـ 2019 جوابي إلك يعني ليش دائما وراء أربع سنوات هالسنة افتهميت المهم ما ندخل في هذا الموضوع فهذا البودكاست تعزي هو تكملة لأشياء أنا قايلها بغير مكان ليش لأنه تويتر يوفر لي الطريقة اللي أقدر أحتي بيها فد موضوع على غفلة بثواني مو إلا مثل هسة أنا هنا جيت شغلت المايك طفيت التبريد شغلت المدرش على مدى سجل مع ذلك هذا البودكاست أسهل بالنسبة إليه من الفيديو بس بالفيديو تقدر تركز عليه أكثر هنانا سهولة أنه أنت الوقت وين تستمع لهذا البودكاست أنت وقاعد تفرج أسنانك أنت وما درجت تسوي تلعب رياضة فأتمنى يكون هذا فد روتين والانتباه للمعلومات وهو مرات يعني مو إلا بودكاست زنقين بلس متسلسل ولكن أكو معلومات مهمة وحدة من الأشياء التي سأضيفها إلى قائمة ما حد يفتهمني وطبعاً أنا دائماً أقول الكستمر هو دائماً على حق فأني ما أقول ما حد يفتهمني لأنه هم الناس من تفتهمني لا يعني معناها أكفت خلبي بتوصيل المعلومة يجوز أنا إذا أبني معلومتي على تجارب ما أربيها بحياتي مختلفة تماماً نا شنو اللي دي صير عشت فترة طويلة من حياتي أنه أنا مع ناس مكافحة ناس تريد توصل دي تشتغل وبعدين بصدفة صرت جيت لها المتحدة الأمريكية وبعدين صار أندي أصدقاء أمريكان ملتاي مليونيرز وكم صديق ملتاي بليونيرز والناس اللي عايشين حياتي يعرفون ترى المليار رقم خطير وهذه الكلمة موت تطاير مثل ما عدنا أنه استم سرقة مدرشلون أربعة مليار مد فلان مكان يا بأترى المليار رقم فأني فورتشينت سعيد أنه يكون عندي هؤلاء الأصدقاء وهم من الناس اللي حقيقة مختلفين عن الناس العاديين أبو المليار يختلف على أبو المليونير الملياردير والمليونير يختلف على الإنسان الثاني بكل شي شون يقعد شون يأكل شون يحتي شون يصغي زين هسه أنا بالفلوس اللي عندي أنا مو ملياردير اللي أستثمرها أشوف عشرات الناس اللي يعرضون مشاريعهم علي حتى أستثمر لهم أو أعرفهم على ناس أدى فلوس يستثمر وتبدأ هذه الخطوة قد تكون بالتعرف أو الوصول عن طريق البودكاست أو عن طريق ناس ما تدري أصلا أني عندي بودكاست ونلتقي وشوية شوية وأشوف شوني المشاريع عملتهم وهم ما تلقاهم دي يشتغلون على فتشغلة وحجينا أنه الواحد شون لازم يقدم نفسه وشون يحجي وشون يقدم المشروع مالته والثيرتي سكند بيتش أو صحولها أليفيتر بيتش لون أنه أنت الفكرة مالتك لازم تقدر تطرحها كأنما أنت صعدت ويا شخص هذا تعرف حيغير حياتك كلها بالمصعد فعندك ثلاثين ثانية تشرح لأنه أنت ش تسوي ولازم تقنع أنه يطيك فرصة أن يقعد وياك يستمع لك ف إذا أنا دي تنعرض علي هل قد مشاريع جد هذول أصدقائي دي تنعرض عليهم كل شو غوي رحت بحثت شوفوا أحد الأصدقاء صديقة المقرب عليه هو أحد الشارك تانكس اللي موجودين في برنامج شارك تانكس معروف أكثركم شايفين اللي هو الناس عندها فكرة تجيب لهم وهذول الناس أيضا يعرضون لهم أفكار بهذا البرنامج إذا نريد نتعلم شو أن نأرض الفكرة مالتنا مجرد نباق هذا البرنامج يعني ما نجي نخترق في شي جديد ونلقى طريقة نقدم بيها البزنس مالتنا وشون لازم يكون هذا البزنس مختلف هسا نيجي على الشغلة اللي حضيف هالإقامة اللي ما حد يفتني ما حد يفتني أكو مرات الناس يجيب لي مشروع كوبي بيست شنو مشروعك؟ مشروعك والله ماكو كباب جيد في ميشيقن والله الصمون في ميشيقن تعبان يعني توقعوا ميشيقن العراق المصغر ما بيها ولا مكان تاكل بي من جايب لك شخص تريد يتوقلك كاهي وقيمر ماكو مكان كاهي وقيمر أنه مطعم لازم تروح تشتري الكاهي وقيمر أنت وتجيبه للبيت وتسوي فيجي شخص قد يقول أنه أنا أريد حل هذه المشكلة بيها مجال حلو ولكن هذا المشروع يعني ما بيه أي شي غريب ولعلمك أكو قلة أفكار فأنت أول مرة حسويه حيشفه يشتغل حيجي الثاني يفتحهمك والثالث والرابع فالفكرة بسيطة جدا ما بيه أي شي جديد فآسف ما أقدر أستثمر به مع أنه هاي الفكرة حقيقة ما للجيمر والريوق والله أستثمر به أستثمر به ما عندي مشكلة أستثمر به بس لأنه ألقى لي مكان أجيب بيناس مو على مدى طلع فلوس ما هو هذا الشخص لازم يعرف أنه ليش جاي عليه ليش يجري عندي فلوس وأني ليش ده أستثمر بهذا المشروع زين هذا يكون كل شي بسيط قال لي هو يجيني واحد يقول لي أنا أريد أسوي تي شيرتات تصاميم وبيعها على أمازون يا باش قد قديمت وراحت هاي الفكرة وزيون الناس شون حيوصلو لك وشنو الماركتينج مالتك مبسيط هذا كوبي بيست الفكرة أوكي يعني تسوي على فراغك والمفروض ما تكلفك أكثر من هي جماليتها إنه تكلفك 100 دولار بزنس كل هذا تسوي لأنه وانت حتسوي تصاميم بال artificial intelligence وهذا أخي أو يجيني واحد يريد يغير البشرية بالمشروع مالته زين أنا مو جيتك بالمشروع البسيط قبل أربع سنوات وانت قلت لي هذا كل شي بسيط حسنا جبت لك فدمشروع خلاك أنت يا أنس يا إبراهيم تفتح حلقك تقول لي واو نعلى على ضميرك الفكرة تخبل بس آسف ما أسن antes مر بي ليش هنا أنا لازم أنت رايح شايفت حلقة وانا منزلها أنا لا أرككم الرابط ماتة لي جو ها حلقة برنامج سينجين اللي تقول ليش المشاريع العربية لن تصل إلى العالمية يعني هاي الحلقة منزلة في سينجين ومنزل حلقة ثانية بشرح بطريقة أخرى يتحدث عن الرئاس المالية بالبيتريون وبعدين حاجة بالدسكورد وبعدين تجيني نفس الأفكار هذي اللي تريد تغير البشرية الأفكار اللي تريد تغير البشرية بيها مشكلة ممكن تركيز ما عبي لكم المشكلة مالتها أنه حتى توصل للحلم أو طريقة أنت اللي تقولي بيها شون هاي رح تغير البشرية والناس بعد ما يقدرون يستغنون عن هذه الخدمة رح تحتاج إلى كمية أموال هذه الأموال مستحيل يتم استرجاعها عن طريق بيء هذه الخدمة وهذا المنتج هاي هاي سألقيت حل جديد يعني قاعدة عصرتها دماغي بلكت بيها مجال أنه أنا ألقف الطريقة تشرح جديدة أضيفها إلى الطرق الأخرى وأتمنى واحد يباوأ ذني كلهين حتى يفتهم أنه شلون هو مضيع وقته شلون يعني نأخذ فد مثال طبعا ذني الأفكار العملاقة يعني شنو اللي يغير حياتنا الكهرباء لما تامس أديسون سوانا المصباح وبعدين سوى الكهرباء غيرت البشرية ما نقدر نعيش بلايها الطيران تحول الطيران من فتشي حربي إلى أن الطيرات الناس ما تقدر تستغني عنها بفضل شركة بوين أو يعني الشركات الأمريكية هذا مشروع عملاق شركة أمازون أمازون غيرت حياتنا للأبد شنو أمازون ماركت بليس فأنت إذا تجي تسوي لي ماركت بليس عدنا أمازون هل فكرتك مثل أمازون شنو الفرق عنها أو ماي جاد اسكتوا خليها للمشروع شبير حيغير حياتنا أو هعجي لكم مفت واحد جديد وشون أكو كانت أرتيكل مو طبيعية مدى أتذكر وين بس يمكن وانستريت جرنال سوي لك فاد انفستيجيشن رهيبة أكو فالتطبيق ما التوصيل ما الأكل تطبيق ما التوصيل ما الأكل خلنقول هذا التطبيق اسمه اكس هو يمكن دور داش خلنقول دور داش يالله مو مشكلة بس ما متأكد يعني أنا ما أتذكر مهتم للتفاصيل الجزئيات يعني وقصة اثنين سبحانك ربي رجل ورجل متزوجان هاي مالا دخل بالمشروب بالهذا بالقصة بسهموا هذا يعني يعني هاي شا تسوي وهذول الاثنين المزوجين جديد قرروا أنه يفتحون محل بيتزا لأنه واحد بيهم أهل إيطاليين من نابولي ويسوون بيتزا تشوكشيك هاي مهمة بالقصة دي اش البيتزا عدنا بأمريكا هسا اشتريها من بيتزاهات من دامينوز من مدرشين وبعشر دولارات وأكون محلات مرتبة تبيحها مثلا بسبعة عشر بثمنطعش هذول البيتزا مالتهم باربع وعشرين دولار وين هما بكاليفورنيا دائما يعني كاليفورنيا هي أم القصص وهي أم التكنولوجيا يقول لك احنا نسوي ديليفري وسابقا بالوقت المتحدة الأمريكية تقدر تسوي سابقا يعني قبل هذن الطلبات ما التوصيل يعني ذاك اليوم ذاك اليوم قبل سنتين ثلاثة أنت تقدر تسوي توصيل بس بيتزا أنسى ماكو شي توصيل ثاني لأسه صار توصيل كل شي مثل ما بموجود عدكم بالشرق الأوسط يقول احنا شون يجينا الأوردر ماكو لا موقع ولا هذا احنا الأوردر يجينا لا والله كان عندهم موقع المهم ما سمم يعني خلنقول يخابروهم قالوا يا بس سويننا أوردر فلان بيتزا وإحنا ناخذ العنوان ويجي واحد مالتنا أبو الموظف اللي احنا معيني أنه يروح يوصل يوصل الطلبية هذي مال البيتزا يقول حسوكو شي غريب ده يجينا الأوردر على أنه بيك أب أنه حيجي واحد يستلمه نحن بالبيك أب يجي الشخص يطينا الفلوس يدفع الفلوس ونطي البيتزا زين حلوها لو ما حلوة هاي شي لها دخل قصتنا أنت المشروع الشبير ما تقدر تسوي ليش تصبر لي يعني كندا ما تقدر تسوي استراليا ما تقدر تسوي بريطانيا ما تقدر تسوي فرنسا ما تقدر تسوي ألمانيا ما تقدر تسوي هاي شنها بس أمريكا بس أمريكا هاي صح جابك فيقولون احنا قامت تجينا همهاية طلبات قالوا ممكن فيتزا مدر شنو هيك عليها هيك عليها أوكي يجي الشخص اللي دايستلمها مرات اكتشفنا انه هذا اللي دايي يجي يسوي هو نفس الشخص انها تعال انت شنو قل يا فأني أوصل طلبات انت توصل طلبات يعني هاي بأشوفوا أيام زمان هم لا مسجلين بدور داش ولا يعرفوها الدور داش اللي هي خلين نقولي عن شون طلباتي مثلا تطبيق طلباتي فأنت داي تشتري هواية هي أوكي شنو هذا التطبيق هذا اسمه دور داش أوه واو أوكي نحضة خل النصب زين هذول احنا لا مساوين يهم دي لا حاطين صورنا لا مساوين بروفايل لا نكتب اسم البيتزا مالتنا يطلع المطعم موجود زين تطلع الصور مال البيتزا حلوة ظار هم دور داش مشترين كل النوعيات مال البيتزا مالتنا أو فتشي يعني طاقين هم صور أو ماخذين الصور مال الناس مشترين البيتزا مالتنا كوتشي يعني ما عرف التكنولوجي وتوقعوا هاي دور داش مساوي هوية هوية محلات ومطعم هس شون الشي الغريب جدا احنا البيتزا مالتنا بـ 24 دولار لك هذول كاتبين بالدور داش سعرها 12 نصر السعر أخ تعال فلان شن القصة هذول من داي يجي سوو بيك أب ديتفع لنا 24 لو ديتفع 12 لك هذا خلل ما كتش عجي زين احنا البيتزا مالتنا إضافات بيهيت شن 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 كل بـ 12 قل اكسترا مشرو اكسترا مدر شن و بـ 12 دولار زين ملاحظة احنا عدنا هو خطيبة حبيبة يعني عايشين بالشقة اللي هي بالضبط فوق المحل زين خلن سو order طب سو order من دور داش حط العنوان مال الشقة دفع 12 دولار اجي ابو شايل ويا كارت ايام زمان شان هو هش يساون دور داش انه يطو كارت انت وتروح اللي تذكرون هاي ايام زمان من تروح تسوي ديليفري انت تستخدم الكارت هذا الكريزي كارت هذا الفيزا كارت ما الدور داش تدفع به شو هذا سو سوا دفع لنا 24 طينا البيتزا وصل ها بالشقة لي فوق شين هش هنذول ايدي خسرون ايدي خسرون زين بتوصل القصة مال هذول المحل الى انه هم يقول قم ترح تشكو كريديك كارت مال كل العمال اللي عندي واشتريت بهن بيتزا دا تفع 12 يجيني هذا ابو التوصيل قم تحت البيتزا اللي حاطها محقيقية اذا انا كش مدى اسوي دا تفع 12 دولار للدور داش مدى اسوي بيتزا دا يجي ابو التوصيل دا تطي هذا الكارتون اللي بيها بيتزا تشذابية من هاي اليابسة دا يوصلها دا ارجع ااخذها من هذا المكان لانه ياتي خطوطية زين تعال شواني دا تفع بس محاج دولار زين انت ابو التوصيل اش قد يطوق قال بطلت من شغلي اني اني بطلت من شغلي دا سوي بس توصيل يعني تا ديد دفعو لك لك شنو هاي ديد دفعون فلوس ابو سيارة ديد طو مثلا ارحلة سبع دولارات من دولارات ست دولارات ارحلة ودي دفعو لي اني 24 دولار وهم كل الماخلي 12 شنو الشي الغريب اذا اجاني واحد بمشروع هيجي فكرته لأول مرة بالتاريخ طبعا ماكو يعني بلكت ربك يجوز فادي لانه هما دور داش مااخذين الفكرة من اوبر مو يعني هما مخترع ايها the اوبر of things يصيح اولي اجاني واحد هما حتى الفكرة تقول راح اغير المجتمع الامريكي واخلي قوم يسوي delivery لكل الاكل بامريكي وراح اخلي المحلات ما تقدر تشتغل الا بالاعتماد عليه راح اغير المجتمع انتبهوا فكرة المشروع لا هي كلش بسيطة ولا هي راح تغير المجتمع اذا الفكرة يريدون يوصلوها الى من صدق تغير المجتمع راح يخسرون كمية فلوس لا يمكن تعويضها شون يعني يقول لك انا عده هذول الكابل طلعوا 150 الف دولار بس من انه بعد يسوون order ويجي هذا يدفع لهم 14 يسوون order يدفع لهم 14 يسوون order وشو دولة ما ترضا دور داش دور داش قام يحطونا بالفيفوريت انه هواي ناس يشترون من عدهم يحطونا بالصفحة الاولى زين ما حد خبرني ما حد وقع وياي عقيد شنو دولة ما دار ينبال دايجيني زبائن حقيقيين والزبائن الحقيقيين اللي دايجوني قام وما يسوون order عن طريق الموقع مالتنا او التليفون قام يسوون order من دور داش لانه ارخص فاضطريت ابطل اهل الديليفوري ماتي اللي كانت قطيهم راتب وعايشين قطيب وليألمكم يسووا قاموا يشتغلون هم بالديليفوري داعية طانية بمنطقة كلها سمعت البودكاست قام يشتغلون بالدورداش قبل كان يطلعون سبع دولارات بالساعة لك هنونا وين خير من الله لك هذولا بطل ابو التكسي بطل هذاك كان يشتغلوا بشركة مثلا مدروين بطل قال لك حياة هذا اللي ديوصل قاموا تعتمد على الدورداش ابو المحل قام ثمانين بالمئة من الأوردرات تجي بس عن طريق الدورداش ماكو بعد واحد يخابر هش يسوي أوردر المواطن اعتمد على الدورداش تغيرت الكلتشر كله فكرة رهيبة لو مو رهيبة ايه ها أنا استثمر لا ليش ها هس حطي رقام من عندي بس هي بأوبر هي تصار أوبر كانت تخسر أربعة مليار دولار وانت هاي كلها فلوس ديطون للموظفين اللي قعدوا سجلوا كل أسواء المحلات اوكي اكو اي آي شوية يشتغلون بس كلها بعدين يجي واحد يشيك ديطون فلوس للسائق ديطون فلوس البيتزة اللي هم خسرانين بها الكاستمر شك واحد يسجل يطو عشد دولارات ولو يسوي عشر حسابات كل حساب جديد يطو عشد دولار عشد دولار عشد دولار بلاش الكاستمر فلوس ديليفوري ما دياخذون ما عنده شو يناه اذا اش قد ديخسرون ديخسرون كمية فلوس هسه لما وصلوا الى مرحلة انه ابو المحل بعد ما يقدر يشتغل بدون الدورداش وبدأ المجتمع كله ورسنة سنة ونص انه بعد يستعمل الدورداش جوي على غفل خبرهم مالو يا جماعة قريتكم انتو ممكن بتحطون المطعم مالتكم على التطبيق مالتنا تعال بطلهم انتو المطعم مالتنا على التطبيق مالتكم اي اي بس هسه لازم نسوي اتفاق بعد لو نشيل المطعم مالتكم لو توقعون ويانا بس ريد 30% من كل شي تبيعوه اخ والزبون اه الزبون لو تدفع اشتراك 9 دولارات بالشهر لو اخليك تدفع ما ديليفري غالية ولا بالتوصيل قام يطلع فلوس قليلة ينصار وهو يا ناس ومش ولا يقول ها والله موكو صاروا درايفرز هواية هسه مو عبالكم بدأوا يطلعون الفلوس هسه بدأوا يطلعون سد بسد هسه الفلوس اللي يخسروه لو لو يبقون يتشرجون الناس 9 دولارات ولو يبقون يتشرجون لـ 30% ولو يبقون مستعملين هذول الدرايفرز مثل العبودية هاي الوظيفة مهمة للبعض واني قال هم استمروا بيها وهاي متاخذها فكل ما غلط كل واحد حال تشكل لو يبقون يشتغلون بعد 10 سنين ما يطلعون الفلوس الخسروه اذا شنو الفيلم نحن نحتاج الى جشع الرئيس مالية الرئيس مالية بها جشع بها ناس مدمنين وعدهم فومو the fear of missing out حتى يجون يستثمرون بهاي الشركة استثمار بسيط 300.000 دولار 200.000 دولار 50.000 دولار تتحول 50.000 دولار الى 4 مليون 3 مليون مليون ونص اه يا يا بي يعني الـ 5.000 دولار صار 400.000 5.000 400.000 اي هي شاكو ارباح زينها شون تتحول التمو قد اذا لما اعدهم ارباح اي اما لحد الام اعدهم ارباح هيبقول ما اعدهم ارباح بس المستثمرين طلعوا فلوسهم دولا من المستثمرين هذول اكو ناس كانت تتفهم لما احنا مو على الله ما ادري ما ينتج الفلوس ستطلع من الارض ونبيع نفط ويصير عندنا كهرباء وما ندفع فلوس الكهرباء وتبليط ونبش على الحكومة ونبش ونبش لا احد دفع من من هذول الدفع هذول المستثمرين البداية البنك ما يدفع هذا بزنس خسران قرض ما يطيهم اللي ده يدفع هو انجيل انفسترز موجودين بس بالولايات المتحدة الامريكي لأنه بيه هذا النظام اللي شو هش رح يصير شو هيرجعون فلوسهم هيرجعون فلوسهم بعملية سحرية ترجعنا للقطة ما الفيلم The Wolf of Wall Street ما بين ماثيو ميكانهي وما بين ليناردو ديكاربيو لما يقول لبابوي لتصير اللي خبيل صعد السوق نزل السوق انت لو مدر منه ما تعرف السوق حيصعد له حينزل هذه العملية كلها هي فتش does not exist it's not on the elements ما موجود على elements chart مو فتش حقيقة تلزم بإيدك مثل مواد الكيميائية النحاس والذهب والماكو شنو وش رح يصير شو رح يرجعون فلوسهم ها حطق الشركة صارت ترند حيروحون يحاولون الشركة يساولها IPO ويطلعون public من هي private لا public حيجون مايسي ماي ها حياتي جايب بزونة جديدة وهيا مايسي ماي ضايجة اللي دي يصير انه هذولا من دي يصيرون public الخمستالاف دولار اللي هو حطها تحولت الى خلينا نقول خمستالاف شير اش دعوه صارت مو خمستالاف شير وينك تحجي الشير بعشرة سنت فصارت فدرقم مهول من الاسهم صارت الشركة public قام ينباع السهم مالتها اول ما نزلت 10 دولارات 12 14 15 20 25 100 وصل وهذا شوي شوي بيع بالاسهم مالتها على مر السنين فحول الـ 50 ألف دولار ماتت الى رقم مخيف فالفلوس مستحيل ترجع من المشروع هسا انت من جايب لفد مشروع هيغير البشرية هل عندك هل عندك النظام الرئاس مالي المالي الامريكي ثقافة النظام الرئاس مالي زين هل موجود هذا النظام في اي دولة اخرى بالعالم لا اكو ثلاث اماكن بها هذا النظام بس هذا النظام مصطنع هسا نحتي به لعد شون ما اكو اذا المشاريع العالمية يوتيوب جوجل مايكروسوفت ابل تيكتاك المشاريع العالمية تيكتاك صيني هانس ثوانية سجي لن تصل الى العالمية لن تصل الى انه التطبيق شون يشتغل يشتغل لما الناس كلها بدت تستخدم اليوتيوب شون يشتغل لما الناس كلها تستخدم الفيسبوك شون يشتغل لما الناس بدت تستخدم هاي المشاريع اللي تغير البشرية لن تصل للعالمية الا بسبب الرئيس مالية بسبب هذا النظام الجشع والرئيس مالية هي اللي تطيق حق من حقوقك انه انت تكون انسان انسان مو رباني مو فتشين تموني بي تحب انه تربح وتحب الفلوس وتحب الحياة وتحب تصير زنقين تحب تعيش فالنظام الرئيس مالي هذا هو الوحيد اللي حيوصل مشروعك للتجايب اللي هو كوبي من اوبر دا تريد تسوي بالشرق الاوساط الى انه ينجح فهس حتى على مستوى بلد واحد يعني احنا عدنا تطبيق مثل كريم مثلا اللي هو كوبي لأوبر ماكو اي فكرة هذا هنانه نفس الفكرة بس اللي دا يكفون وراها حكومات عدها نفط تدفع 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 بدل الانجل انفسترز تدفع 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 وبعدين يسيطرون على القوانين ويمنعون اوبر من انه تجي اوبر تريد تجي تريد تريد تجي ما ادها حل الى انه تشتري كريم ترجع الفلوس ما للاستثمارات نانا لانه على مستوى دولة واحدة فالصرف هذا الخسارة مهواية مو كبيرة ترجع ما بيها مشكلة او حيجون يشترون بفلوس والبقية يضطوا اسهم اوبرعدها اسهم فيضطون اسهم هاكم حلطكم اسهم هلقي تروحون انتوا تبيعوها الاسهم تتحول اي شركة قيمتها السوقية هلقد اول ما نزلت الافة شوية عملاق الافة فلوس تجي بالهبل من لا شي مثل ما شركات الطيران مستحيل تطلع فلوس من التكيت بالده اي شنهاي يعني مين من النقاط اللي تطوكيها فلوسهم بالنقاط تكيت يخسرون بي والنقاط طلعون بيها فلوس قصة اخرى هاي فهسا نرجع الى موضوعنا شنو موضوعنا من ده تجي تجيب لي مشروع ش رح سوي حدثتك هاي الحلقة هل مشروعك رح يغير البشرية هل مشروعك ممكن يكون الامازون مع العراق ممكن يكون المدرش انو اوكي حبيبي ما عندي مشكلة اني داخل مستشار في مشاريع شرق اوسطي عملاقه واعرف شقد تحتاج فلوس تحتاج فلوس مستحيل اكو بانقي قدر يتفعها فلا تجي ترجع تخترع لي العجلة اكو ناس غيرك يخترعوا العجلة اختار المشروع مالتك لا هو من هذا اللي رح يغير البشرية ولا هو مشروع صغير جدا عربانا ما الفلافل مو مشكلة هنا انا اذا تريد تسوي اي شي ولو بس جرب بل كتغلط بحياتك وتتعلم ولكن المشاريع هذني العملاقه اللي فكرتها مو طبيعية واللي حيغير العالم واللي هو جاي من فكرة اوبر مليون شغلة صارت مثل اوبر اير بي ام بي مثل اوبر نفس الفكرة اير بي ام بي خلوا او البيت اللي كان يشتري البيت ويأجره للناس يبطل بعد يطردهم يشتغل بس اير بي ام بي خلوا الناس بعد ما تروح للفندق مثلا الا يروح لل اير بي ام بي صار شكل ال اير بي ام بي مو طبيعي لا ما اكد ما ال اير بي ام بي مو طبيعي حياتك معتمد على ال اير بي ام بي خلقوا فدقي كانوا مش جديد انه الناس تأجر بيوتها على ال اير بي ام بي وتأجر غرف غيروا الشخص انه اللي كان قاعد بالكنتري رح قاعد بالمدينة وأجر مكان أغلى على مديش وهذا إحنا وده نحكي وصل أبو الدور داش مسوي delivery حروح عجيب delivery فلما الفكرة مالتك عملاقة chill شو حسوي هي ها مو إحنا وحيجونا حلقة كاستامور ومادر شنو العراق بـ 40 مليون وإذا 10 مليون سجلوا بهذه الفكرة ومادر منه حبيبي هو مصمم أنه ما يطلع فلوس هو مصمم أن المستثمرين ما يرجعون فلوسهم إلا لما يصير public المشروع السريع شين هي الدول اللي أدهم هذا النظام الصين بعد ما صارت عدهم المظاهرات وصار عدهم حدث رجل الدبابة مهم هذا مهم يعني هذا رجل الدبابة لأنه تعرف حدث ماته تقرأه تعرف شين قصته وتشوف الفيديوهات هم دولة شيوعية بس حتى اقتصاديا يصير برأسهم حظ سووا نظام رأس مالي في مدينة من مدن الصين وجابوا ناس تابعين للحزب الشيوعي على أساس نظام فيك شذابي يشبه هذا اللي موجود بأمريكا ما لأنه ذولا استثمارات وصار عدهم ماركت منه بعد تسوى نفس العملية بالضبط إسرائيل واللي هذا عدهم سيليكون وادي واللي هذا عدهم تطبيقات مثل ويز أمريكا تجي تشتريها وجوجل وشكبر تعتمد عليها وعدهم هذا التطبيق أو البرنامج اللي يفتح الشفرم والالتليفونات يخترقين وغسى المملكة العربية السعودية من الدول اللي دا تريد تسوي تسوي نظام بيئة ينجع بهذني التطبيقات اللي غيران العالم ولو بالمملكة أو بالشرق الأوسط مثل ما كريم كوبي الأوبر وبعدين شوية شوية من الممكن أنه مثل ما دا يساون بالغولف مثلا بأمريكا أنه يبدون يطلع في يوم من الأيام فدع عشر سنوات من الآن رح يطلع التطبيق يستخدموا الكرة الأرضية كلها طالع من السعودية مثل ما ويز طالع من إسرائيل أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ادعو لي بلكت الله يهديني كانوا ياكم ونس إبراهيم انشروا انشروها للمعلومات جيبوا لكم واحد تحبوه من جماعتكم وقلت لكم أصدقائكم بطلوه جيبوا لكم واحد من الممكن أنه يتغير قاعدة بالسيارة وياك وجيبوا حب وسمع البودكاست وصوروا لي حتى ارتاح نفسيا يعني أنا قاعد هسا بالزاوية يتي قدام الحائط تعليق ما يجيني ما أعرف أسجل وأذب إلى الفضاء مع السلامة